على طول 822 كم تمتد الحدود السورية التركية تبدأ في الشرق عند النقطة المؤلفة من الحدود السورية العراقية والتركية العراقية عند ملتقى نهر دجلة ونهر هزيل سيئة تركي وتنتهي غربا بالقرب من قرية السمرة السورية على دفاف البحر الأبيض المتوسط استمرت عملية ترسيم هذه الحدود ما بين العامين 1923 و1939 وفي عام 1954 بعد تحالف سوريا مع الاتحاد السوفيتي بدأت السلطات التركية بتلغيمها في محاولة لضبط التهريب وتسلل مقاتلي حزب العمال الكردستاني 615 ألف لغم تفصل إذن بين تركيا والسوريا على مساحة 200 ألف هكتار وبحسب اتفاقية أتوا التي وقعتها تركيا من المفترض أن تنزع هذه الألغام قبل عام 2014 أما آلية النزع فهي في طور النقاش داخل مجلس النواب التركي إلى هتاي المحافظة التركية المحادية للحدود مع سوريا كان من المفترض أن تكون وجهة الحجاج اللبنانيين فور إطلاق سراحهم وهتاي هي أحدى محافظات تركيا الجنوبية تمتد على مساحة 5678 كم مربع وعاصمتها أنطاكيا عرفت بلواء اسكندرون حتى عام 1939 حين اقتطعت من سوريا إبان الانتداب الفرنسي عليها وجرى ضمها إلى تركيا التي حولت كافة أسماء المناطق من العربية إلى التركية إلا أن السوريين ما زالوا يطلقون عليها اسم اسكندرون فهم لم يعترفوا بانضمامها إلى تركيا ولا يزالون يعتبرونها جزءا من أراضيهم تحديدا إلى مطار هتاي كان من المتوقع أن ينتقل المخطفون اللبنانيون وهو مطار مدني صغير أنشئ عام 2007 ليسهل حركة الملاحة من وإلى مدينة أنطاكيا السياحية على مدرج مطار هتاي حطت طائرة الرئيس سعد الحريري يوم الجمعة لتقل الحجاج وهي انتقلت من قبرص عبر لبنان وصولا إلى تركيا بسبب الأزمة القبرصية التركية مع العلم بأن طائرتين الحريري وهما من طراز بوينغ 787 وجي فور تبتان دائما في قبرص بعد حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها إحدى طائرات الحريري الأب حين كانت ترك في بيروت